ترجمة نانسي قنقر أخبار طلال نايف من إمارة الشارقة تزخر الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بنخبة من الخبراء والباحثين والكتاب الذين أكدوا خلال مشاركتهم في ملتقى الشارقة الدولي للراوي على أهمية حماية المورث الشعبي كونه تقليد تراثي راسخ لينقل عشاق التراث ومحب الحكاية إلى عالم حافل بالأنشطة والبرامج شاركت بورقة عمل على المعتقدات الحيوان في التراث الإماراتي تناولت الحيوانات البرية والبحرية والزواحف والطيور والحيوانات الخرافية كذلك وهي لا تختلف عن المعتقدات الموجودة في دول خليج بالأخص من ملكة البحرين وسلطانة عمان تشابه كثير في بعض المعتقدات الخاصة بالحيوان أنا شاركت الحقيقة بورقة يعني رحلت من خلالها إلى تاريخ وجود الحيوان على أرض الإمارات منذ ما قبل يعني التاريخ اللي هو من ملايين السنين من 6 إلى 8 مليون سنة ثم انتقلنا إلى أن كيف إمارة مثلا أبو ضبي سميت يعني نسبة إلى الضبي هذه المسيرة الإماراتية التراثية ليست وليدة الحاضر في هذا الملتقى العالمي بفضل دوري صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة ودعمه للملتقى في الحفاظ على هذه الكنوز الإبداعية البشرية إلى جانب ترسيخ وتعزيز دوري ومكانة الراوي في المجتمع هذه المشاركة التي قدمتها في هذا المساء كانت بخصوص المخطوطات المتعلقة بعلم الحيوان وتوظيف أيضا الحيوان من خلال موضوعات متعددة وتحديدا المخطوطات المحفوظة في مركز جمع الماجد لثقافة والتراث هذا الملتقى حقيقة يضيف أثرا كبيرا على الساحة الثقافية والساحة المعرفية وأيضا يفتح أذهان الباحثين لانطلاقة مختلفة أيضا نحو العلم والمعرفة تصريط الضوء على موضوع التراث في دولنا الخليجية أمر مهم جدا وخاصة أن هذا العام اتخذ الحيوان كسبيل الحكايات والحزاوي أو الأقوال التي توجد في صحبنا الخليجية فالنسخة الواحدة والعشرين من ملتقى الشارق الدولي للراوي جاء ليحتفي بالموروث الحكائي الإماراتي والإنساني الغني والزاخر والمتنوع لما له من أهمية بالقة في التعبير عن قضايا الإنسان التي أظهرها من خلال خياله الشعبي وهو ما أثمر مخزونا من الذخائر المشهورة والكنوز المهجورة ودررها الثمينة نخبة من كتاب الإمارات يعتلون منصة ملتقى الشارق الدولي للرواب نسخته الواحدة والعشرين يبرز الثقافة الإماراتية العريقة ويؤكد على أهمية الحفاظ على هذا التراث طلال نايف لمركز الأخبار من إمارة الشارقة الإمارات العربية المتحدة